حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة قادة محكمة جنح مستقنة في الشيخ زايد المنعقدة بجنوب إجيزة بالحبس السنة غيابي على الفنان محمد رمضان بتهم الترويج أكاذيب ضد أحد البنوك كان الفنان محمد رمضان قال إن الدولة تحفظت على أموال الموضوع بأحد البنوك عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية فيسبوك وقال صحيت النهاردة على تليفون من البنك بيقول لي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك قلت له مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي وقال رمضان الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعيدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم مستورة بينما كتب رمضان تعليقا على الفيديو أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي اللي هم العتراض لكن في مصدر مصرفي قال إن التحفظ على أموال محمد رمضان جاء بحكم قضائي بالحجز على ستة مليون جنيه من أموال محمد رمضان في قضية الطيار أشرف أبو اليسر وأضاف المصدر أن أسرة الطيار حصلت على سيغة تنفيذية من المحكمة الاقتصادية بشأن تنفيذ الحكم من جهته أقدر البنك الشهير بيان آل فيه بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتزامن بالسرية المصرفية المنصوصة عليها في تشريعات المنظمة للعمل المصرفي بعدم الإفساح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته يود البنك التجاري الدولي التنويه على إنه عند اسلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على رصدة العملة في إن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك وأكد البنك إنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منع من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية